عشان استحقق أهدافك لازم تصدق إنها ممكن تكون حقيقة اليوم رح أشاركك كيف ممكن تعملي الفيجن بورد بطريقة جداً سهلة وممتعة ونعرف أسباب نجاح الفيجن بورد وأهمية وجوده بحياتنا وهل فعلاً الفيجن بورد بحقيق الأحلام؟ أهلاً فيكي بتاني حلقة من كورس كوني بنت أحمد اللي بشاركك فيه بخطوات عملية وكل شي بتحتاجي تعرفيه عشان توصل إلى البنة اللي حابة تكونيها بالحلقة اللي قبل عرفنا كيف ممكن نحدد أهدافنا بوضوح وهلأ صار وقت نحول الأفكار للوحة بصرية إذا حابت بلش بطريقة عمل الفيجن بورد دغري اعمل سكيب لهون وللبنوتات اللي ضلوا أكيد حابين تعرفوا الإجابة عن هدول الأسئلة بالأول الفيجن بورد مهم لأسباب عديدة بيساعدك على إنك تشوفي أهدافك بشكل أوضح بيخليكي مركزة أكتر على أهدافك وبيعطيكي تحفيز رهيب كل ما تشوفي الفيجن بورد هالشي بيعطي دماغك إشارات إيجابية لأنك قادر تشوفي هاي الأهداف بصورة واضحة رح تضلك على اطلاع دائم على تطورك لأنه كل ما تعمل الفيجن بورد جديد رح تشوفي قديش عم بتغير من سنة لسنة وقديش انجستي قبل لما تشوفي الأهداف تعونك بصورة واضحة رح تشوفي إنها حقيقة وناس تانيين عايشينها معناته أنت رح تقدر تعيشيها كمان بإذن الله السؤال الثاني هل فعلن الفيجن بورد بحقيق الأحلام؟ بسبب الأشياء اللي حكيتها قبل آه لأنك رح تكوني مركزة وشايفي أهدافك كل يوم عارفة بالضبط شو بدك وهالشي رح يخلي دماغك يشتغل ويفكر بحلول على هذا الأساس وأكيد كل هالشي بأمر الله الفكرة من الفيجن بورد إنه يخليك يشايفي أهدافك ولما نتشوفيها دماغك رح يستوعبها أكتر ورح يشوفها حقيقة ببطل مجرد أفكار أو وهم بدماغك ورح تصيري تسعي لإلهم أكتر والباقي أكيد على رب العالمين أوكي أهلاً فيكم للديسكتوب الحقيقي تاعي طالما نحن عرفنا من قبل إنه لازم نحدد أهدافنا بوضوح لازم تكتبيه أنا صراحة بفضل إنه تنكتب على دفتر خاص إلك أو بتقدري تستعملي أشياء تاني إذا مش حاب تكتبيهم على دفتر بتقدري تستعملي جوجل تاسكس جوجل تاسكس بتفوتي زي هيك وبتقدري تكتبي الجولز تعونك أو بتقدري تستعملي OneNote مايكروسوفت OneNote هلا بسبب يعني اتباعنا على الإطار تحديد الأهداف بوضوح اللي حكيت عنه بالكورس اللي قبل بالحلقة اللي قبل رح تقدري إنك تحددي أهدافك بوضوح لكن لا نعتبر إنه إنتي عندك أهداف عامة الأهداف اللي كبيرة فمثلاً إنتي بشكل عام كتبتي إنه حاب يكون جسمك صحي مثلاً لا نعتبر إنه حاب يكون معاك شهادة دكتوراه حاب تشتغلي في شركة معينة أو عندك شركتك الخاصة في مجال معين بتسوق السيارة الفلانية بتزوجة لشخص عنده صفات معينة بتسكني في منزل يعني جنب البحر أو بشكل معين شعرك طويل عندك أهداف بشكل عام تمام؟ لكن إحنا هلا على فكرة بتقدري تعملي Vision Board مخصص لهذه الأشياء يعني بس بتكتبي مثلاً بتشوفي جسم حدا صحي أو أوي بتقدري تحطي جسم واحدة إنتي حاب يكون جسمك زيها مثلاً شهادة الدكتوراه صورة للشهادة الدكتوراه اسم الشركة مثلاً أو صورة واحدة بتشتغل قاعدة على كمبيوتر عشان الشركة وهيك لكن إحنا بدنا نحدد مثلاً الأهداف المعينة وبما إنه على باب 2025 تقدري مثلاً نحط الأهداف بشكل عام هلا بسبب اتباعنا لهذا الإطار المحدد لتحديد الأهداف أهدافك الكبرى هاي بدنا نحددها بدنا نعملها لأهداف صغيرة لنعتبر إنه إنتي لسه جديد بدك تتبل شيء بهاي الأهداف مثلاً حاب جسمك يكون صحي وقوي بدك تحكي إنه إنتي بدك تلتزمي برياضة هذا بشكل عام الأهداف إنه إنتي تحدديها بالضبط إنه تكون قابل للقياس مثلاً نحكي إنك بدك تخسري 3 كيلو 2 كيلو هاي أشياء بتقدري تحدديها خلال الأشهر مثلاً شهر واحد تحكي أنا بدي أخسر بهذا الشهر 5 كيلو بس تحت إطار شو؟ تحت إطار التزامك بالرياضة بشكل دائم بهاي السنة فمسلاً أنا حددت لك إنه إنتي بدك تلتزمي بالرياضة تمام؟ هذا تحت إيش؟ إنه جسمك بدك يكون صحي وقوي ثاني إشي بتلتزمي بالأكل الصحي وبتتعلمي وصفات جديدة للأكل الصحي مثلاً إنتي حابي يكون معاك شهد الدكتوراه لكننا نعتبر إنه إنتي هلأ لساتك بدك تطلعي من المدرسة إنه خلصتي مدرسة أو إنك سنة أولى أو تانية بكالوريس مثلاً أو ماستر مثلاً إنتي عم تدرسي في تخصصات أنا متأكدة إنكم تخصصات كثير حلوة وفي تخصصات كثيرة لكن أنا بدي أحدد تخصص معين مثلاً للديزاين هلأ أنا كيف ممكن إني أكون قادرة إني أحصل على هاي شهات الدكتوراه كيف ممكن إني أكون شخص متفوق بشغلي وبرضو كمان عشان أقدر أشتغل في الشركة الفلانية أو يكون عندي قدرة إني أفتح شركتي الخاصة مثلاً بإشي معين أو عمل خاص إلي لازم أكون متفوقة بالإشي اللي أنا بعمله فإنتي شو؟ مثلاً هدفك إنه حاب تطوري مهارتك في الديزاين تقدري تعملي هاي الأشياء كلاتها بإنك تطوري مهارتك في الديزاين كيف ممكن تعمليها؟ طبعاً هذا الإشي كلاته أنا أقدرت إني أعمله لإني مشيت على هذا الإطار إني بحدد الهدف بيكون قابل للقياس قابل للتحقيق إيش هي هاي الأشياء؟ وبرضو كمان متصل بقيمك ومخططاتك الكبيرة اللي هي هاي إيش هو هذا الإشي؟ إنتي ممكن تعملي هيك عن طريق مثلاً مشاهدة كورسات للديزاين أو إنك تقرأي كتب أو إنك تحضر أفلام مثائقية تقدري إنتي تحددي هاي الأشياء على حسب معرفتك بالمجال تائك أو بتقدري تسألي تشات جي بي تي إنه مثلاً شو الأشياء اللي بقدر أعملها عشان أطور مهاراتي في التخصص اللي أنت فيه ثاني إشي هدفك عشان أنت تقدري يكون معاك شهادة الدكتوراه وتكوني أدري إنك تختبري مهاراتك إنك يكون عندك علامات عالية هذا هدفك لـ 1025 مثلاً الهدف اللي بعده إنه يكون عندك حساب بنك مش فارغ يعني ما يكون مصفر كيف ممكن تعملي هيك؟ برضو كمان حكينا بتحددي الهدف داعك إنه يكون مثلاً تقدري تدخلي إنك تعملي سيفينجز من مصروفك أو إنك تحاولي تلاقي مصادر دخل تانية عن طريق النت أو إنك تشتغلي في مكان على حسب دوامك أو على حسب جدولك يعني بتقدري تعملي هيك أو برضو كمان إذا هاي الأشياء ما كانت كافية ما كان عندك فكرة كيف ممكن تعملي هيك تقدري تسألي أو إنك تقرأ كتب معينة عن هاي الأمور هل عرفنا وين ممكن إنك إنتي تكتبي الغول ستعونك؟ مثلاً وان نوت كتير سهل كتير سهل إنك تستعمليه أو على جوجل تاسك أو إنه على ورق أو دفتر عندك بعد ما عرفنا كيف ممكن نكتب هاي الأشياء والغول ستعوننا منروح على بنترست أوكي بنترست لما إنتي تفتحي هيك بكون تمام؟ يعني بنترست فيه صور كتيرة بتحدد يعني كل إشي يعني كتير حلو الأستاتيكس تعونه وكيف الثيمز تعونه هلأ على حسب إنتي أهدافك اللي نحنا كتبناهم هون بوين نوت مندور على صور تمام؟ إنتي مثلاً حابة إنك تلتزمي في الرياضة تمام؟ شو نعمل مثلاً نكتب جم بس هيك تكتبي جم أوكي مثلاً في صور هون ناس عندها الجم وكل هذا الإشي تقدري تعملي سيف تمام؟ لكن قبل ما نعمل سيف بتروحي عند الأكاونت بتاعك شايفي هاي تكبسي عليها بتعملي بورد جديد أنا بحب أسمي تمام؟ 2025 مثلاً فيجين بورد أنا عندي كتير مثلاً بوردز واحدة منهم هي البورد ستعون 2025 بنرجع نحنا لورا بنرجع لعند الجم مثلاً هاي الصورة حلوة إنه هي ملتزمة في الجم وهون في ساعة معينة حلو أوكي؟ منروح شو نعمل؟ منسيفها للفيجين بورد تكبسي سيف للفيجين بورد مثلاً لقيتي إشي تاني جسم معين أنت حاب يكون عندك بتقدري تحطي ما في أي مشكلة بعدين منروح للهدف الثاني اللي هو الالتزام بالأكل الصحي وتتعلمي وصفات جديدة ممكن تحكي مثلاً تكتبيه healthy food أوكي؟ بس زي هيك بتشوفي إنه مثلاً في أطباقك كتيرة بشكل حلو لأنتي إلا healthy food أنت مثلاً حاب إنك تحطي مثلاً هاي أنا حبيتها للصورة بقدر أحطها أو بتقدري تحطي أكثر من صورة أنت حبيتها مثلاً هون فيه ألوان كتيرة شكله كتير زاكي وصحي نفس الوقت وفيه وصفات مختلفة بنفس الوقت كمان مثلاً نروح للهدف الثاني إنك تطوري مهاراتك في الديزاين ماشي؟ مثلاً أنت بتحضري كورسات عندك كتب بدك إياها مشاهدة أفلام وثائقية بتقدري تحطي بشكل عام يا أما إنك تحطي مثلاً مثلاً designer aesthetics هاي designer aesthetics بتلاقي مثلاً أو نحكي نحنا مثلاً graphic designer تمام graphic designer aesthetics مثلاً بتشوفي واحدة هون قاعدة عم تعمل graphic design فيه كتير صور حلوة إنه ممكن نتحدد لهاي الأشياء مثلاً أنا حبيت هاي الصورة بحطها مثلاً هاي كمان كتير بتعبر عن graphic design بنفس الوقت بنحطها بنسيفها هون لعند vision board الهدف اللي بعده مثلاً بدك علامات عالية اوكي straight is straight is ماشي هون مثلاً علامتها عشرة من عشرة مثلاً اوكي او هاي العلامات كيف كلياتها نحنا نعتبر إنه بدك تحطي هاي هاي مثلاً كتير كتير بتعبر عن العلامات اللي انتي حابة إنك تكون عندك اشي تاني مثلاً حساب بنك مش فاضي تمام مثلاً منحط bank account ودائماً بحط لك إنه مثلاً أرقام معينة تمام مثلاً هون حاطة مثلاً quote إنه my bank account grows everyday إنه دائماً حسابي البنك قاعد عم بكبر مثلاً هاي حلوة هاي الصورة إنه مثلاً في عندها دائماً مصاري هاي مثلاً cash balance إنه عالي هلأ مثلاً إذا حسيتي إنه كتير يعني إنتي عندك صفر وهيكا دغري يصير عندك هذا الإشي غير واقع يعني فيفضل إنك مثلاً تحطي زي هيك إشي أو إنك إنتي أصلاً بعدين هلأ رح أفرجيكي كيف ممكن تعملي على تحطي هاي الأرقام لحالك إنتي بتقدري تكتبيها يعني مش شرط إنك تاخدي نفس الصورة أو تلاقي صورة بالضبط لكن إحنا منحط إنه بشكل عام إنه إحنا كيف حابين إنه البانك أكاونت تعانى يكون تمام؟ مثلاً نعتبر إنه إنتي حابة تقرأي كتب بس أكتبي بوكس مثلاً هون بتلاقي الصورة اللي إنتي حابة يعني أو حسيتها أنا بتعبر عنك مثلاً هون في واحدة قاعدة وعم تقرأ الكتب هاي الصورة إنه حلوة أنت بالنهاية بتنقل الأشياء اللي إنتي حبيتها مثلاً بعد ما إنتي عملت هيك البنترست رح يعرف شو الأشياء اللي إنتي مهتمة فيها أصلاً فبصير يحط لك الأشياء اللي إنتي أصلاً بالدوري عليها يعني اللي ممكن إنها تجذب انتماهك وتهمك مثلاً هاي الصورة كتير حلوة لأنه بتفرجي إنه أوكي كل إشي موجود هون صحي بالكورت تاعت مثلاً منحطها تقدري تشوفي تشوفي الأشياء اللي إنتي حبيتها وبتتناسب معاك هلأ أنا قاعدة عم بحكي لك بشكل مختصر عشان ما أطول عليكي هاي الفيجين بورد موجود هون ورح تلاقي كل الصور شوية معلق لكن رح تلاقي كل الصور اللي إنتي سيفيتها على الفيجين بورد هاي ها كل إعطاء هلا نحنا شو نعمل نروحها لكانفا مثلاً منحط عشان أنت تحطي الصيز اللي إنتي بدك إياه بتشوفي أنت الفيجين بورد تاعك وين حاب تحطيه مثلاً بدك تحطيه على الدسكتوب بدك تطبعيه وتحطيه قدامك بدك إياه يكون مثلاً على على التليفون تاعك بأي إشي هلأ أنت عشان تلاقي هاي الأمور بشكل عادي مثلاً بتقدر تحطي A3 Paper Size تمام A3 Paper Size وراح يطلع لك الإشي اللي إنتي بدك إياه عادي بتقدري تدوري هاي الصيزات بتقدري تلاقيها على جوجل بكل سهولة مثلاً نوع تليفونك وسكرين صيز بتحطي تمام وبتلاقي الصيز اللي إنتي بدك إياه نحنا بدنا نحط هلا الصيز تاع مثلاً الدسكتوب تمام عشان نحطه على الدسكتوب هو هذا الصيز تاع الدسكتوب أوك Create a new design رح يطلع لك هذا الصيز أوك هلأ بدنا نحط الصور أوك بنروح لبنترست مثلاً بفتح هاي الصورة بعمل Right Click Copy بعدين بروح هناك وبحط paste أنا كتبئ كبسة Control V بتحطيها هون مثلاً هاي هي الصورة الأولى بعدين بتروحي لورا برضه Copy Image بتحطي paste بنحطها بهاي الطريقة إنه تكون بشكل يعني هيكا شكل حلو يعني مثلاً My bank account grows everyday انتي عندك الخيار يا إما إنك تاخدي نفس الصورة تمام يا إما إنك تاخديها نفسها وعادي تشتغلي عليها مثلاً إنتي حابة تحطيها هون بس اعملي هون Right Click بتروحي لعند Layers تمام حطي Bring Forward ورح ترجع هاي لورا تمام نفس الإشي مع أي إشي مثلاً إنتي هاي حبيتها تكون تحتيها بترجعي بتعملي هيك Layer Send to Back نفس الإشي بس نحنا بدنا إياها نحط تكون تكون فوق أول إشي عشان أحلى هيك يعني مثلاً إنتي ما بدك إياها هيك ما بدك إياها هاي بدك إنتي تكتبيها بتكفيسي هون عند التكست بتحطي Add New Text Box مثلاً تكتبيه وبتغيري من هون الفونت اللي إنتي حبيته بالطريقة اللي إنتي بدك إياها مثلاً هذا الفونت حلو منزيد هلأ هون هو الحلو بفنترس لما بدك تغير اللون بياخدلك من ألوان الصورة نفسها فعشان بيضل على نفس الثيم تقريباً هاي حلوة مثلاً عادي بتقدري تحطيها زي هيك وتخليها أو بتقدري برضو كمان إنك تحطي Elements تمام وتحطي Box هيك سكوير عادي تمام تمام بتقدري تكتبي فيه أو إنك تخليه وزي ما قلنا بتحطي Right Click ها سوري هيا موجود هو Already تحت بتقدري تخليها زي هيك بتعمليها بهاي الطريقة مثلاً لكن الصورة Already حلوة نفس الوقت نفس الطريقة بتقدري تعملي بتحطي كل الصور بهاي الطريقة و أي كتير سهلة وتحطيها زي هيك للصور عبال ما ترتبيهم بطريقتك اللي أنت بدك إياها هون مثلاً إجتني هاي الصورة مثلاً ماء لها مكان وطالع شكلها مش كتير حلو شو بتقدري تعملي؟ بتقدري تروحي على Pinterest تكبسي عليها وتعملي download تمام؟ نحنا مثلاً حابين إنه نقوم ال background تاعتها بس بدنا الصحن هاد بتروحي على background remover بتكبسي background remover أنا مثلاً بس تعمل هذا بالعادة تحطي upload image و رح يقوم لك ال background كامل بعدين بتعملي download بس بتعملي drag and drop وبتنزلك طلعي صارت بتقدري تحطيها بطريقة يعني حلوة وبنفس الوقت ما تدايق كتير يعني بتقدري تحطيها بأي مكان بالدكية بدون ما تدايق هون مثلاً هاي نكبر هاي شوي و نحط هاي هون فبتقدري ترتبي بطريقتك اللي أنت حبيتها هذا مش كتير طالع شكله حلو لأنه عملنا على السريع بس عشان تفهمي الفكرة لكن بتقدري ترتبي بطريقتك اللي أنت بدكيها مثلاً حس حالك مش عارف كيف ترتبي حس حالك أنه انت ضايع بتروحي على Pinterest بتكتبي vision boards أو vision مثلاً هون حاطين vision boards ideas تمام؟ هون تدري تلاقي الصور اللي أنت بدكي يهم مثلاً بتشوفي هون في بنات كيف عاملين vision boards بتحطي الكووتس اللي أنت حبيتها سواء أنك تكتبي أو أنك تحطي تلاقي الكووتس زي ما لقيناها هاي قريدي تكون مكتوبة وتحطيها برضه كمان زي ما أنت شايفين يعني حاطين الكلمات الأساسية اللي أنت حبيت تحطيها مثلاً أنت حابة تحطي بالعربي تكتبي توكل أنك يكون عندك توكل على الله إن شاء الله تقدر تزيديها راحتك حكينا بنقدر نغير لونها بهاي الطريقة مثلاً بنقدر نحط برضه كمان elements زي ما قلنا shapes كثير كثير سهل أنك تعمل vision board هلا بعدين نحكي أنه خلص من عندك خلص أنت بدك تطبيعي بدك تنزلي بتعملي share بتكبسي عن share بتحطي download هلا إذا أنت حابة بس تحطي صورة يعني أنت بدك إياه يكون عندك صورة ما بدك تطبيعي بتحطي jpg تمام؟ وبتعملي download عادي مثلاً حابة إنك تطبيعي بتحطي pdf print عشان تقدري تطبيعي ولازم تكوني حافظة الصورة اللي أنت استخدمتي مثلاً إذا أنت استعملتي A3 ضروري تكوني عارفة إنك مستعمل الصورة تاعي A3 عشان لما تروحي عند المطبع يعرف شو يحكي لك يعني يعرف شو الورق اللي يستخدمه تمام؟ هون إذا أنت مسجلة في كانفا بتقدري تحطي CMYK وهو الأفضل إنك تستعمليه للطباعة عشان الصور تكون واضحة لكن لو مش مسجلة إتس أوكي عادي بتقدري بس تحطي RGB ورح يشتغل معاك وبتعملي download تمام؟ هذا هو كيف نعمل vision board بتمنى إنه كان مفيد الحلقة هاي وفهمتك وساعدتك تعرفي بشكل عام كيف ممكن إنك تعملي vision board طبعاً بطريقتك بتقدري تغيريها بتقدري تعمليها بالطريقة اللي أنت بدك إياها استنوني بالحلقة الجاي من الكورس كوني بنت أحلامك أنا كتير مبسوطة إن يجزء من رحلة التغيير تاتك ضلك مآمنة بالله وبحالك ورح أشوفك عن قريب بالحلقات الجاي مع السلامة اشتركوا في القناة